طبعاً سلماً مثل ما أقول مسك الخطام قبل ما نحكي هاي المقدمة الحلوة عن شام هاي البنتي اللي قسرت قلبنا كلاياتنا وصارت حديث العالم العربي وخاصة سوريا بالتحديد قديش نحن بحالة فخر كتير كبيرة قدي قلبنا كبير بشام وكلاياتنا متمنين يكون عنا أولاد مثل شام معارف مثل شام وكل يوم يكون في شام بسوريا الحبيبة سلما قديش حالة الاستوديو حلوة كل مجموعين حوالين شام وكل حابب يتصور معا قدي حالة سوريا كلها صلى يومين ثلاثة نحن كتير مبسوطين وفرحين وفعلاً شام قدرت تعطي أمل لكل السوريين وخصوصاً من قصةها اللي وراء الكواليس أكتر من الإنجاز بحد ذاته يمكن الإنجاز بحد ذاته مهم وقدي حلوة كانت المسابة وقدي هي قدرت تكون متميزة وعم شوف الفيديوهات طبعيتها ولكن قصة شام لوحدة قدرت تخلي سوريين تقول لهم لسه نقدر نعمل شيء موحدة سوريين سلمة بك لسه نقدر نعمل شيء ولسه الظروف مهما كانت صعبة نقدر نقف على الرجلين وهذا الفضل يعود لوالدتا أكيد أكيد قبل ما نبدأ بالحوار قبل ما نحكي أي كلمة تحية كتير كبيرة وصباح كتير مميز كمان ونرجح تحية لإما لشام اللي هي موجودة كمان معنا ممكن لا تتركها ولا خطوة لشام من الله يعطيكي ألف عافية يا ريت كلياتنا منقدر نكون بمستوى يمكن وعيك واهتمامك ودعمك لشام طبعا منرجع أكيد سلمة لحتى نحكي عن هي الطفلة اللي بعمر الورد وقدرت تجمعنا نحنا كسوريين بعد ما كانت الحرب حاولت أنه تفرقنا قدرت تخلينا نستنى لنسمع كيف رح تجاوب على أي سؤال ممكن ينطرح عليها لحتى نتغنى بلغتنا العربية الفصحة الجميلة ونقول ونفتخر بأنه نحنا سوريين شام بنت السبع سنوات اختصرت حب الوطن بفوزة وقالت لكل حدا طلع من البلد أنه سوريا ولادة وكل يوم رح نشوف بأطفال سوريا شام كل أم سورية تمنت طبعا لو أنه هي أمة لشام اليوم الدورة السادسة من تحدي القراءة العربية اللي فازت فيها طبعا لعام العشرين وعشرين ورح نحكي أكتر عن هاي التجربة والخطوات اللي سبقتها كيف تم التتويج ونعرف أكتر عن شام وشو تمتلك من مواهب وأكيد بيصرنا نرحب كمان بالأستاذ علي العباس المنصق العام لتحدي القراءة العربية بسوريا وأكيد طفل شام البكوروهي الفائزة بلقب تحدي القراءة العربية لعام عشرين وعشرين صباح الخير أهلا وسهلا فيكي صباح اللي عم بيطابعوكي وتحكي شوي عن تجربتك بالفوت كيف ساد صباح قدو صباح جميل وشاهدين أهلا وسهلا فيك يا شام ما قليزة شام خلينا نبلش مع حضرتك كمان حضرتك المنصق العام وكنت بالكواليس بالعمل قبل ما تطلع على دبي نحكي عن مستوى شام وخصوصا أنه كانت بالمركز الأول بسوريا قبل ما تنطلق على دبي نحن طبعا هو نحن بالموسم السادس هو بتحدي القراءة العربية سوريا الأول مرة بتشارك وأنا بدأت شكر للإخبارية كانت متابعتنا من سنة من أول ما بلشنا بتحدي القراءة العربية نحن بالموسم السادس سوريا لأول مرة بتشارك شارك عندنا 61 ألف طالب من 16 منطقة تعليمية من محافظات السورية كان عندنا مسؤولية كبيرة أول شيء أنه نوصل الكتاب لكل بيت الشق الثاني أنه نطلع الشباب والطلاب المبدعين اللي هي شام كانت على رأس هذول الطلاب المبدعين تم يعني هي صارت عدة مراحل لوصلنا لمرحلة النهائية كانوا 100 طالب طلع منهم العشرة اللوائل اللي هي على رأسهم شام وهذول العشرة هن يسافروا معنا على الإمارات يعني في تسع طلاب كمان متميزين ومبدعين كانوا مرافقين شام نصبح عليهم على أهليهم ونقول لهم الحمدل على السلام هنا كانوا معنا بالإمارات أول مبارح وصلوا كان بصراحة فيه مجهود وفيه عمل متواصل فيه فريق عمل بداية من الأسرة من أمة لشام للمنسقين المنسقين مدرسة بداية المدرسة لمنسق المحافظة لوصلنا للمنسقين كلهم يعني أنا معي فريق عمل متكامل أنا كنت عمقود هذا الفريق لحتى قدرنا نوصل لهذا الإنجاز أكيدنا نجعلك شام جاهزة تحكي لنا عن مشاركتك في التجربة شو هي أمكان الشغلات الصعبة اللي مريتي فيها شو هي الشغلات اللي مبسطتي وكنت كتير سعيدة فيها جميل بتلك المبادرة السامية عندها جمعتنا على هدفا واحدا فكل ردد صعبة من أجل المزيد من العلم خمسين كتاب يعني مئات المسردات ومن عشر لمئة معلومة خمسين قصة حتى قدر تكون أنت بطل هذه القصة تأخذ العبره من تجارب الآخرين برافو يا شام خلينا نحكي عن أكتر موقف كان حلو بالمسابقة وخصوصا أنه شفنا كل الأطفال اللي موجودين كمان المشاركين حتى الكبار كانوا كتير متميزين وكانوا كمان كتير حابين شام اللحظة الكامسة أكتر شي حلوية هي لحظة أعلان النتائج لأنه كل الفيق كانوا بصوتوني وحتى من غد كانوا بصوتوني تستاهل شام شو بتحب تقولي كلمة إن كان لسوريا إن كان لكل العالم اللي عم بيشوفونا اليوم وقلبهم فرحان بي شام كل العالم أنا أريد وأن أحافظ على مهجي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأدعو دي سوريا أن تتصدر الأمم الأخرى برافو إن شاء الله يا رب أكيد رح نشوفك إذا أنت وهلا بعمر سبق سنين هيك أكيد رح نشوفها بعمر أكبر رح تكون أكتر منها خلينا نحكي أكتر عن تفاصيل المشاركة الكتب اللي تدربوا عليها لأنه نحن مثل ما حضرتك قلت فيه دول متعددة كانت موجودة فالمستوى أيضا مختلف غير لما يكون المستوى محلي بصراحة اليوم سوريا بعد عشر سنة حرب يعني عدد من المكتبات تدمر نتيجة الأعمال الإرهابية صحيح حاولنا قدر الإمكان أنه نقدر نوصل الكتاب لكل المحافظات نرقى لدير الزور لحمص لحمى كانت مسؤولية كبيرة بصراحة كان في شوية تحدي يعني نحنا بالنسبة لنا كسوريين كانت تحدي أكبر من باقي الدول وقدرنا نتجاوز هذا التحدي بالإرادة بالتصميم تعافي نحنا بسوريا دائماً عندنا إرادة عندنا تصميم لحتى نقدر ننتصر مثل ما انتصرنا بالحرب عم ننتصر هلأ بالتحدي يعني أنا والفريق اللي كنا بالإمارات كنا حاسين حالنا نحنا فرقة عسكرية كأنه فرقة عسكرية كيف الفرقة العسكرية بتنبسط إذا حررت أرض وتسعد إذا حررت أرض نحنا كان عندنا هذا الفرح والنصر بفوز شام بهذا التحدي بصراحة كان في يعني قدرنا نوصل الكتب للمحافظات قدرنا في جانب تقني أيضاً لأنه هو برنامج تطبيق على الإنترنت لحتى يفوتوا الطلاب بياناتهم كما بمساعدة المشرفين بالمدارس قدرنا ندخل هذا التطبيق بإمكانيات بسيطة وقدرنا ندخل نسجل 61 ألف طالب بكل واحد أريان خمسين كتاب يعني هو شيء ما نسهل خلال سنة قدرنا نخليه كل طالب منهم يقرأ خمسين كتاب تغيرت يعني فيه طلاب بلشوا معنا من سنة هلأ تغيروا الطلاب تفكيرهم نتغير مستواهن نتغير قاليت يعني قاليت فهمهم للأمور تغيرت فأنا بدي أقول أنه اليوم هدول الطلاب هنن هلأ بعد عشر سنين هنن مستقبل سوريا بدي أقول أنه بهدول الطلاب عن جد مستقبل سوريا بقى الفخير أكيد شام حكي لنا حكاية شام كيف سعادتها الماما كيف قدرت توصلي لهون شو هي أحلى الكتاب اللي أنت علقاني بذاكرتك ماما كنت تعمل وأحلى كتاب هو كل الكتب حلبي وأنه من كل نوع القصص أنت بتاخد خيال واسع يعني من حديث الدين من كل قصة بتاخد عبره فائدة يعني بطبق خمسين كتاب يعني بيئات وفردات صحيح هلأ ما يمكن هي أكتر حدا ساعدك بالقراءة والأسادزة كمان اللي خلين نحكي عن الأسادزة اللي كانوا عم بيساعدوك وتقريبا الكتاب قديش بياخد وقت معك قراءة هم على حساب يعني تقريبا يعني في كتاب مثلا تقريب أسبوع في كتاب أقل على حساب شو يعني الكتاب ما بياخد كتاب ما بياخد وقت سريع شام لما رجعت من السفر أكيد عندك رفقات في عمرك صح صح نحكي عن شوية من المميزات اللي تميزت فيهم شام لحتى قدرت توصل يعني يمكن نوعية الكتب اللي قررتها متل ما شفنا هي عم تقول إنه ما بياخد وقت كبير فالسرعة اللي كانت هي بتقدر تنجوز لحتى تقرى يمكن 72 كتاب قدرت تقرى شام يعني هي بصراحة شام هي سريعة جدا بالحفظ يعني بلشنا ما بلشنا بالمسابقة يعني دخلت وعملنا شوية هيك فيديوهات إنه بدنا نشوف مين لعنا أطفال مميزين فهي دخلت ويعني تحشت مواقع التواصل وتحشت على كل المشاركين كريزما خاصة لأنه عندها كريزما وعندها حضور وقادرة يعني عندها إمكانيات رهيبة فقدرت بأهل إمكانيات الكبيرة تتفوق على 22 مليون مشارك على مستوى الوطن العربي رقم ما كتير كبير اليوم لعمر 7 سنين خلينا نقول منافسة كتير قوية بالإضافة للاهتمام بالإضافة للرعاية أكيد شخصية شام أكيد ذكاء سرعة البديهة اللي عندها وكانت حاضرة مثل ما شفنا بمقاطع الفيديو اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إذا بدنا نحكي عن بداية هاي المسابقة بسوريا وأكيد كلها يعطنا تنبهنا لموهبة شام ولا ذكاء أم لمما كانت هون قبل ما تنطلق لتحدي القراءة العربية خلينا نحكي عن هذه الموضوع طبعا نحن ببداية المسابقة بسوريا نظمنا فريق عمل يعني اليوم بكل مدرسة لدينا منسق وفي مشرف على الطالب يعني شام عنده مشرفة الأنسي علام كمان بوجهل تحية بكل مدرسة في منسق المنسق في منسق محافظة وفي منسق عام كنا عملين حلقة ربط لحتى نقدر نطلع هذول الشباب المبدعين ونصدرهم باسم بلدهم باسم سوريا اللي هي يعني كلنا بيشرفنا انه نمثل الوطن ونرفع عالم الوطن لما بالمرحلة الأولى بيبين معنا الطلاب المبدعين على مستوى المدرسة نحنا مشكل لجنة تحكيم على مستوى المدرسة هي بتختبر الطلاب اللي بالمدرسة لحتى تطلع منهم ثلاثة من كل مدرسة فهذه المرحلة هي مرحلة اختيار المبدعين او الطلاب المبدعين متميزين تم من خلال هذه المرحلة اختيار شام ورفقاتها اللي هن طلعوا على المرحلة التانية وتصدروا لحتى وصلنا على بطل تحدي القراءة العربية لموسم السادس وكانت مفاجأة للدول يعني اليوم لما نحنا عم ناخد اللقب اول مرة منشارك بموسم السادس احنا اول مرة مندعي للمسابعة بصراحة دعونا وشاركنا واخدنا اللقب اول مرة فكان كتير فخر لسوريا وحتى في ناس انه متوقعين انه تعرفي في اعلام بره مغرط انه والله بسوريا حرب والله ما في مدارس ما في يوم اليوم وسطت رسالة انه سوريا بخير انه تعليم بسوريا بخير نحنا العشر الاوائل على مستوى سوريا تطلعوا معي الامارات انه خرجي مدارس حكومية يعني مدارس على وزارة التربية هذول الطلاب اللي اتميزوا وصلوا لسالة سوريا يعني انتي ما تشوفي الطلاب بره هوني كل واحد مبدع بمجال قديش عمله هوني كي حضور قديش عمله جو كان في جانب تصويت يعني احنا بالحفل كان في شقين شق لجنة التحكيم طلعوا الستة الاوائل على مستوى الوطن العربي اختبروهم لجنة التحكيم الشق الثاني كان تصويت التصويت نحنا وجودنا بالقبل بيومين من الحفل وكذا وتواصلنا مع الناس بصراحة الناس كلها بدأت تصويت لشام يعني تخيل في بلدان عندهم طلاب مشاركين وصوتوا لشام فكان هذا عن جد يعني هان كان هذا حافظ لنا نحنا كقائمين او انا كقائم على هاي المسابعة بسوريا انه العام القادم انه يكون في متميزين اكتر انه ندور على المبدعين اكتر لانه بصراحة شكلت حالي حالة تميز شكلت حالة علامة اضافية لتميز السوريين كلنا سألنا حالنا شام منين جايبة هي ثقة بالنفس الكبيرة عم نشوفها على مسلح قدامها الاف الناس لجنة تحكيم عم نشوف اضواء كتير هذا الشي بيعمل رهبة عند الكبار كيف الولاد ما شفنا هي الرهبة عند شام كان في شي نوع من الدعم النفسي لشام لحتى تكون قادرة توصلنا هاي الصورة الحلوة هلأ شام هي أول شي عندها شي بالفطرة يعني فيه شي بالفطرة بيجي مع الإنسان ولكن هو بحاجة تدريب ومتابعة نحن اشتغلنا مع شام لحتى نقدر نوصل شام لهذا المحل لحتى هي تكون عندها جرأة صعودة على المسرح كان حتى صعودة بالإمارات يعني مطلع الستة على المسرح صعودة على المسرح كان مختلف عن باقي المشاركين حضورة مختلف وجودة مختلف جوابها دائما حاضر يعني لجنة التحكيم عم يسألوا سما خلص السؤال كان فيه بالشان بالجواب بطريقة بلغة فصحة بلغة سليمة بطراحة يعني قدرنا من خلال شام نوصل صورة عن أطفال سوريا صحيح وقدرنا كمان نوصل صورة قديش في عندنا أمهات رغم كل هاي الظروف الصعبة يعني كنا عم نسمع ونشوف الفيديوهات مع الناس ونحن شفنا كتير قصص بالحرب وخصوصا بمدينة حلب شام يمكن نطفله من كتير أطفال خسروا أهلية ونستشهدوا بالحرب فقدوا ولكن والدة شام بنجع بنقول ألف ومليون شكر لأنه هي اللي قدرت تزرع فيها هذا الشيء وبهذا اللوقت اللي الامهات هلأ راقدين اللي يعلموا أولادهم اللغات الأجنبية فقدرت شام بعمر سبع سنين تتفوق باللغة العربية هاي نقطة كتير مهمة إن هي تحفظ لغتنا الأم بدي أسأل شام أول كتاب عطتتك يا أماما أريتي من ذكرة شو هو حديد حكاية شو بلشتي تقري يعني بلشت أقرأ أول شي صراحة بدأت بقراءتي قصة الأطفال جميع واستمتعت بها انتها جميلة لكنها كانت خالية من التشويق والإثارة لكن انت وجدت ما أبحث عنه في روايات أكبر وأعمى تجعلني يعيش أحداث روايات وكانني بطلا من أبطالها حلو مثل شو الروايات الحباتية مثل ديساء صغيرات للكاتبة لويزا بايكوت حلو هدول الروايات كبيرة يعني برافو شام برافو عليكي شام بهي اللغة الفصحة الحلوة وبهي ثقة بأنفس شو بتقولي اليوم لسوريا كل هذا لكل الناس اللي يمكن عم ينطروا منك كل يوم بقاء جديد وكل يوم يسمعوا صوت شام حتى اللهم لك الحبتو حتى ضرده قالت على فيديا بي العزيز ببعلي بسم الله الرحمن الرحيم وكل يعملوا فصير الله عبركم ورسوله والمبدون صدق الله بدي أقولك شام طبعا نحن قربنا نخلص فرح فقرتنا للأسف للأسف فاليوم بعد ما نختم أنا وياكي حابين شام تختم هيك على الكاميرا هي تختم الحلقة طريقة خاصة أول شيء نشكر الأستاذ علي على وجوده وأكيد يعطيكم ألف عافية وكل سنة يكون عنا متميزين مثل شام أكيدا نشكر كمان محافظة حلبي اللي هي والله إن كان للسوريين للمبدعين بكافة المجالات وآخر هذا الإبداع وأكيد ما حيكون الآخر بالمطلق هو شام البكور بدنا واجه تحية لكل أهلنا بمحافظة حلق لي والدتا لشام كل الشكر لإليك لهذا الاهتمام وبدي أتمنى أكيد لشام يكون مستقبلة حلو مثل وشة مثل هذا الإنجاز فضلي شام شدك تسمعينا هذي دمشكو وهذي الكأس والراح إني يحب وبعض الحب ذباه أنا اتباشقي أنا اتباشقي لو شرحتم جسدي لسال منه على قيد وتفاه ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح مآخر الشام تبكي إذ سعالقني وللمقاذر كالأشجار أرواح هدى جذوري هدى قلبي هدى نوتي فكيف أوضح هل في العشق إضاح يسلمون يا شام شكرا كثير إليك وشكرا أكيد إليك ساز علي ولكل مشاهدينا وتظلوا بألف خير نهاركم سعيد نهاركم سعيد فرح نهاركم سعيد سلمة وشكرا لكل من تابعنا بمسك الختام بالتحديد ومعدنا بكرا باي باي ترجمة نانسي قنقر